السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبدالرازق استشاري أمراض معضية وجهاز هضمي وكابت أتشرب بوجودي معكم موضوعنا اليوم عن تحليل الإيدز وتكراره نجد حالات شاب عمل ممارسة جنسية خارج إطار الزواج وبالتالي هو شعر بالندم وخايف أن يكون جاء له مرض جنسي وبالتالي هو خايف أن يكون جاء له الإيدز وبالتالي متردد هل يروح يعمل تحليل الإيدز أم لا؟ وأنهي نوع من أنواع التحليل ما هو الوقت المناسب الذي يروح يعمل فيه تحليل الإيدز؟ لا أعرف وبالتالي نحن في هذه الحلقة نوضح بعض النقطة المهمة على أساس أن نعرف الناس ما هي أهمية تحليل الإيدز تحليل الإيدز ممكن أن تأتي لك الإصابة وما يظهر أي أعراض عليك نهائي ويتبان بعد ذلك بسنوات أنك فعلا أصبت بهذا المرض لكن تلت الحالات تظهر عليهم الأعراض بعد حوالي من أسبوعين لثلاث أسابيع عبارة عن أعراض مثل الأنفلونزة يحصل لك ارتفاع في درجة الحرارة احتقان بالحلق وفي بعض الأحيان طفح جلدي وفي بعض الأحيان يحصل لك تضخم في الغدد اللينفوية في الرقبة كما قلت لكم، تلت الحالات فقط لكن تلتين الحالات لا يحصل أي أعراض بالنسبة لهذا الشخص، سأنصحك إذا مارست جنس خارج إطار الزواج لازم تستشير الطبيب وتروح وتعمل التحاليل لا تخاف، تجمد قلبك وحاول بقدر الإمكان أنك تتجرأ لكي تشخيص المرض في البداية يحميك من المضاعفات مهم جدا أننا نبقى واخدين بالنا أن بعض الناس عندما تعمل تحليل الإيد والدكتور ينصح به يطلع سالفي المريض يتشكك لا، أنا عندي أعراضي يا دكتور وأنا خايف يكون عندي المرض لكن يكونه سلبي، أنا ليس مقتنع هذا المريض هو الذي يقول فالمريض يعيد تحليل الإيد مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويطلع سلبي لكن أيضا المريض ليس مقتنع أنه سلبي طبعا الدكتور يراعي فترة النافذة عندما يعمل تحليل مثل بي سي آر يعمل تحليل فيروس النوع الأول والنوع الثاني من الـ HIV بعد تسعة يام هذا بالنسبة للبي سي آر ولو طلع سلبي، أنت قطعيا سلبي لكن يجب أن نعمل النوعين اللي هو النوع الأول والنوع الثاني من فيروس HIV بالنسبة للأجسام المضادة للأجسام المضادة، نعمل حاليا على جميع مستوى الوطن العربي كله النوع اللي هو الجيل الثالث والجيل الرابع الجيل الثالث قطعيا بتطلع النتيجة بعد سبعين يوم من الممارسة الجنسية وهذه تبقى قطعية، يعني لو طلعت سلبي بعد سبعين يوم، أنت قطعيا سلبي الجيل الرابع بعد ست أسابيع وهذه النتيجة عندما تطلع سلبي قطعيا سلبي الجيل الأول والثاني، هذا نادرا ما يتعامله لأن الآن الجيل الثالث والجيل الرابع هم المنتشرين في الوطن العربي كله بالنسبة للتحليل، لماذا المريض أو المصاب يعيده؟ لأنه ببعض الأحيان يجد أعراض ويفتش في جسمه يجد احتقان في الحلق مستمر ممكن يكون له أسباب أخرى ممكن هذا المريض يبقى عنده مثلا التهبات في الجيوب الأنفية أو ممكن يكون عنده فطريات في الحلق أو ممكن يكون عنده مشاكل أخرى في الحلق أيضا ممكن يفتش يلاقي عنده غدد لنفاوية سواء كانت في الرقبة أو تحت الإبطين أو أعلى الفخزين وبالتالي هو شاكك أنه يكون عنده إيد لكن طالما طلع سلبي اتطمن الدكتور سيقوم بتحليل التحليل بعد فترة النافذة وطالما طمنك الدكتور اتطمن تماما أنك لا يوجد إيد لكن في بعض الأحيان المريض أيضا متشكك ويجد طفح جلدي ويقول له ما هو الطفح الجلدي في جسمه هذا الطفح الجلدي ممكن تكون له أسباب أخرى ممكن أمراض جنسية أخرى تعمل طفح جلدي غير الإيد مثل الزهري، السيلان، الكلاميديا أيضا تعمل طفح جلدي لكن المريض ليس مصدق هو مقتنع أنه أصيب بالفعل بالإيد والموضوع ده مأثر عليه وعلى نفسيته وكل شوية يعيد التحليل وليس قادر حتى يروح لبيت أو لزوجته أو يروح الشغل أو يتابع الدراسة والفكرة مسيطرة على دماغه ودخل في دماغه فكرة الوسواس أنه لديه الإيد والفكرة ليس قادرة تخرج من دماغه مهما الدكتور يطمنه ويقوله نحن عملنا التحليل بعد فترة النافذة يطمن أنك لا لديه إيد المريض ليس مصدق المريض ليس مقتنع وكل شوية يفتش في جسمه يجد شيء طفح جلدي يفكر في الإيد غدد لنفوية يفكر في الإيد احتقان بالحل يفكر في الإيد بياض اللسان أيضا يفكر في الإيد حتى لو بدأ يخس أو جاله إسهال متكرر أيضا يفكر في الإيد ما أريد أن أقوله لك اطمن الدكتور الذي مختص بهذه الأمراض أكيد شاهد حالات كثيرة وأكيد عندما يقولك أنك سلبي قطعيا اطمن تماما مهما عدت التحليل مرة واثنين وعشرة النتيجة ليس ستتغير نتائج الفحص أو تحليل الإيد هذه تبقى دقيقة جدا وما يحصل فيها أي أخطاء اطمن النتيجة تصل لـ 99.9% وأحب أن أطمنك أكثر أن عندما يطلع مريض إيجابي في الفحص نحن نفعله اختبار آخر يسمى وسترن بلوت لكي نتأكد 100% أنه إيجابي لكي سيبتدي علاج وبالتالي يجب أن نكون متأكدين أن هذا فعلا عنده HIV وبالتالي أنت تطمن تماما لطمئنين لما الدكتور طمنك وقال لك أنك سلبي قطعيا لا تقيد التحليل انسى الموضوع وحاول تطلعه من دماغك هناك بعض الحالات نقول أنك لديك وسواس من الموضوع الإيد وبالتالي أنك نفسيا تعبان فالدكتور يقول للمريض أنك نفسيا تعبان لكن لدي المريض حجة تانية المريض يقول لي يا دكتور نفسيا كيف إذا كان أنا عندي احتقام بالحل وحاسس به وقادي غدد لنفوية في الرقبة موجودة قدام عناية وقادي طفح جلدي على الجلد قدام عناية وقادي بياض اللسان قدامي كيف نفسيا؟ في الواقع ممكن يكون عندك مرض جنسي آخر وبالتالي الطبيب ممكن يعمل لك فحوصات للأمراض الجنسية الأخرى لكي يعرف سبب المشكلة التي لديك لكن أحب أن أطمنك أن النواحي النفسية مهمة في الحالة أنت أساساً لا تقول جيداً وفي نفس الوقت هذا ممكن يؤدي البياض اللسان وممكن هذا يؤدي أنك يحصل لك فقدان للوزن عموماً سأعطي الوزن لو هناك أي استفسار أو إرسال تقارير طبية 02010 27 28 4778 أشكركم جزيلاً شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته